اشتركوا في القناة من قبل النظام عندنا قضية كبيرة جدا جدا ومشكلة كبيرة حدثت في السنوات السابقة وهي مشكلة التعاون مع الدولة او مشكلة الخروج على النظام الحكم في الدولة اساس هذه المشكلة هي المشكلة في خلطنا عند الناس بين الشرعية السياسية وبين الشرعية الدينية يوجد فرق بين حاكم سياسي بيقريد دولة سياسية دولة ديمقراطية جاءت بانتخابات عبر صناديق الاقتراع وهيوجد فرق بين امام المسلمين المشكلة ان هم هتعامل مع دوتو حمال مرسي ان هو امام المسلمين هذه الوحيدة حتى لو كان امام المسلمين وتم خلعه بشكل او باخر ليسترجب اطلاقا ان نتعامل مع المشهد انه خوري على الشرعية لكن احنا دعونا نتكلم ابدادا على موضوع المؤتمر الاقليم من مكافحة الاجهاب اللي احنا كنا بصدره احنا عملنا المؤتمر ده بط عشان نحل هذه المشكلة بطريقة موضوعية اولا احنا المؤتمر ده تضمن عدة ملفات مهمة ذات العلاقة من موضوع مكافحة الاجهاب اهم هذه الملفات الوهم ملف الخطاب الديني واثره في مكافحة الاجهاب انا عندنا مشكلة ايه المشكلة انا عندنا انصاف متعلمين متصدروا المشهد متصدروا المشهد دينيا يعني مثلا تجد انصاف المتعلمين اللي هم ليس عندهم مؤهلات شرعية الافتاء بيفطوا الشباب في فتاوة بتعليق بالدماء عندنا مشكلة ان الشباب طبعا بيتعام بها مية والشباب عنده غير على دينه بيتعامل من منظوم معين ان هو عنده السعادة قدم نفسه وماله في دقل نصف هذا الدين وهذا امر عظيم جدا ان الشباب عندهم هذي هذي الروح ولكن لابد ان يستثمر هذا الاستثمار في مكانه الطبيعي فلذلك لابد ان يتصدر المشهد ديني الاصحاب يعني لابد ان يتصدر المشهد الديني من لديهم اهلية لهذا المشهد يعني نهذا ما جيش النهاردة لانا التجارب السابقة تصدر المشهد انصف متعلمين من الجماعة الاسلامية والجهاد في فاطر التسعينات ثم بعد ذلك اعلان ترباتهم عن هذه الفتاوة ايه النتيجة ايه ان اقصر من تات او اربع الاف واحد كتروا في هذه الاحداث صار كان من الجماعة الاسلامية او من الامن ودخل السجون اقتر من ثلاثين الف واحد اتسحلوا ساحلا في السجون وتخرب بيوتهم وتشرط اسرات اسرهم بعد ذلك جاءت قاضي الجماعة الاسلامية وعلى رأسيها عاصمة عبد الماجد وصفة عبد الغني وناجحوا وهذا الجمع لإعلان تربة جماعية مع النظام طب انت النهاردة بعد هذه التجربة المريغة عندما اصدرت المشهد دينيا وافتد شباب الجماعة الاسلامية انهم اعملوا عمليات مسجد النظام من رغم ان كيادات الجماعة الاسلامية ومشيخة لم يكفروا يوما احدا من زباط الشرطة ولا الجيش ومن رغم ان ذلك قفت بقتلهم بعد اما اشتدت المواجهة بين الامن وبين الجماعة الاسلامية وانتهت نهاية مأساوية تم انسانوات كاملة للصراع من سنة تسعين لتبائم وتسعين لغاية سبعة تسعين اعلانت قاعدة الجماعة الاسلامية مبادرة هي بتسمى في الحقيقة هي مش مبادرة هي توبة عن جميع الافكار السابقة وهم عمروا مواجهات فكرية عن كل افاقهم السابقة هل بعد هذه الجولة التي راح ضحيتها الاف الشباب المسلم هل بعد هذه الجولة من الممكن ان تصدر المشهد دمجة اخرى عاصر عبد الماجد وصفة عبد الغني بدعو الاسلام ده امرنا عجيب جدا المشكلة دي بيشترك معهم فيها انا بيتحمل المسلمية فيها اخرى مواجهة الازهر الشريف ما هو دور الازهر ما هو دور الامقاف في التحرك الايجابي مع الشباب للتوعية وفهم الاسلام الحقيقي احنا عملنا مؤتمر لمكافحة الازهر ونشدنا الازهر واخترنا الازهر ان نشاك في هذا المؤتمر على اعتبار ان احنا نتعامل في ملف من هم ملفات وهو ملف خطاب الديني واصره في مكافحة الازهر فكان لابد ان يكون متوردا شيخ الازهر او على قل ممسان عن الازهر لكن نفوجة ان شيخ الازهر فورية الامام يرفض تماما رعاية هذا المؤتمر ويرفض اردا تمثيل احدا من الازهر في هذا المؤتمر دون اي مبرر هذه الكارثة في الحقيقة يعني طب لما الازهر يتخلى عن ضوه الاساس المنط به طب ما احنا كده باللوم ليه على انصاف المتعامل هم مصدر المشهد احنا ليه باللوم انصاف المتعامل هم مصدر المشهد اذا كان الازهر المفروض ان هو اللي يحجم انصاف المتعلمين من هم صدر المشهد بايه بقى بان هو تصدر المشهد ان هو يكون متواجد ومتواجد بقوة في كل المحافل كل المحافل الشرعية اللي بتتكلم عن الفكر المتطرف او الفكر التكفيري او الفكر الارهابي ما هو فكر التقاطي او الفكر التكفيري انا بكفر الزرابي بنعني بقتله زي ما النهاردة الدكتور هيني السباعي لما بيقول ولا يجوز الصلاة على ما ماته من الشهداء من الشهداء لا يجوز الصلاة على ما ماته من قوات المسلحة اللي ماته في حاسم استرد على اي اساس الاخ هيني السباع تصدر هذا المشهد الاخ هيني السباع هل هو عنده اهلية شرعية ان هو يكفر جنود الجيش وبيذلك بيقول ان هو لا يجوز الصلاة عليهم ما لا يجوز الصلاة عليها على الكافر فمع ذلك نهو كفرهم ايه اهلية السباعي لذلك توجد ايادي خافية استخباراتية تهدف الى زهدات الاستقار في الوطن وتهدف الى اه اه زجع الفتنة بين اطراف الشعب المصري والناس للأسف شديد بيستغلوا مين بقى بيستغلوا اسماء لامية عند الناس الدكتور هيني السباعي اين هيني السباعي من مشهد لماذا لم يتواجه هيني السباعي في التسعينات في المصر لماذا لم يتصدر هيني السباعي من مجموعات القطارية القطار النظام نجا لقول الجماعة الاسلامية بقى الشيخ عاصر عبد الماجد الذي قال لما لي ارى الموسيق اينا عتحانة قطافها في قبع العضوية اين هو الان؟ لماذا لم يقف الشيخ عاصر عبد الماجد موقف الامة الابطال الشجعان التصدر المشهد يكون خلفه الشباب هذا ملف الجماعة الاسلامية ملفا عفا والاسف ان اقول ان الجماعة الاسلامية تفت من تفت الاخوان المسلمين وان عاصر عبد الماجد ورفاع الطهر وقاعدة الجماعة الاسلامية الذين لازموا الفرار هجوبا الى قطر حسل الاموال والتركية حسل الاموال ودفعوا واشدفعا للقتال للنظام والدخول المواجهة غير محصومة العواقب وهم استخدوا هذه الدربة سابقا كنت اتمنى ان يعد درس جيدا وانا اقول بس حتة بسية جدا ان واحد كان بيقول هل فقاية الدوليبي لديه القدرة ان يعمل انشقاك داخل الجماعة الاسلامية فانا اقول لهم كان مستحيل يحصل ليه بقى ان فقاية الدوليبي تحرك بعض مجموعة اسمها مجموعية التوبة الجماعة الاسلامية انقسمت القسمين في السجن وفينا ناس عامل للتوبة فردية عليهم بالتقابيد والاعدمات كان بيروح زيارة شهرية للسجن العقرب يقدم لابناء الجماعة الاسلامية الدعم المادي والمعنوي الانفاق داخل السجون والرعاية اوسرهم. فبذلك بقى بطل قومة عن شباب الجماعة الاسلامية. فبذلك صفت عبدالغاني ان هذا صفت البطل. ان ان صفت مؤثرش مع شباب الجماعة لما خانوا في السجن لغير تماخرهم من السجن. كان بتواصل كان همس الواصل بين امن الدولة وبين شباب الجماعة خانوا في السجن. طب هو الام الدول اللي بيستمحهم ان صفت عبدالغاني يكون همس الواصل بين الامن الدولة وبين الجماعة. برده السؤال هو يجوا عن نفسه. انا عارفين الاجابة الحمد لله. عارفين الاجابة سلفا? عارفين علاقة قاديات الجماعة السلامية بالامن سلفا? عارفين علاقة قيادات الجهاد بالامن عارفين الاجابة عنها? لكن اتمنى ان هم النهاردة الاخ اللي بيتكلم عن القتال في مصر. والاخ اللي بيرز الفتاوة ان تحريك بيوت ترباط الشرطة. وتحريك بيوت العربات الشرطة والعربات الخاصة. هو عارف جدا جدا علاقته بالامن التي تحاملت ازاي? انا هقول بس يعني ايه? يعني هقول بس نموذج بصغر جدا مع احترامه التقديري. انا ممكن يكون باحترام شخص احترام شديد جدا كشخصه. لكن لما نتكلم في مسلا الشرائية محتاج ان هو ان تتجع فيها. ان هذا غافرين ناس بتقول ليه نحنا? وهنا في تنظيم الجهاد انتو بتعوينوا جهاد هلكة. وقتال الامريكان اللي يجوز شرعا. الناس اللي كان بتهجم وسامة باللادن. بقتال الامريكان اللي يجوز شرعا. هم النهاردة اللي بيقولوا حرك زبار حرك عربيات وسيارات وبيوت زباط الشرطة جاء الشرعا. هم فيهم بقى? طب هو ما نزلش هو يعانوا ليه? عملوا كده. سابش شباب ليه? دون ناس. نصيحة وكلمة اخيرة. انا بقول للجال ازهر اتاقوا الله عز وجل في هذه الشباب لا تدخلوا عندلكم الحقيقي. تعاملوا بموضوع بموضوع شرعي. اندواجب شرعا في حقكم. قال انوا انتم انزلوا للشباب تعملوا لكاءات جمهارية تتحرككم مع المجتمع المدني الذي عادي التحرك معكم. اقول كلمة اخيرة للايخ والافاضل اللي هم بره اللي هم بيحرادوا على العنف في مصر. قلهم كلمة اتقوا الله. فهذا الشباب. الشباب بيقتل. الشباب بيخش السجون. الشباب هو اهله بتعرضوا لمهلكة حقيقية. بسهل فتواكم. فاتقوا الله في مصر. واتقوا الله في شباب مصر. واتقوا الله في اه في الاموال وفي الاعراض. وان الله عز وجل سيحسبكم على كل الكلمتين تتكولوها في هذا المحفل. واقول قول هذا واستغفروا لكم. شكرا.